اشتركوا في القناة طبعا سؤال اليوم رح يكون هو عن افضل الكتب اللي انا بنصح فيها او البرامج اللي انا بنصح فيها اللي ممكن الواحد يكون عنده معلومات او يبني معلومات او يعرف عن علم الفلك بشكل يعني شوي معمق اكثر وعدت انا انه اليوم رح احكي عن اسم برنامج للتليفون او للهاتف وبرضو احكي عن موقع او عن كتب طبعا قبل ما نبلش بالحلقة اللي حاب يسمع برجه يروح يسمع برجه عادي بمشي الشريط من تحت هيك بطلع له زي بطاقة بتحدد له انه هذا برجه طبعا اللي انا بنشره هو للبرج وللطالع يعني الشخص اللي بده يسمع الابراج يسمع برجه ويسمع طالعه والمتغلب او اللي مسيطر اكثر عليه هو اللي باخذ فيه وبكون اخذ حاجته واكتفها من الموضوع اما اللي حابين يستمعوا ويكملوا معنا فميت اهلا وسهلا فيهم طبعا الكتاب الوحيد اللي انا بنصح الكل اللي بقدر يحصل على نسخة منه ويطلع عليه عشان يوخذ معلومات بسيطة وخفيفة ونعمة وهادة بدون زركشات وبدون اشياء ومصطلحات مش مفهومة ويتوه فيها بنصح بالبداية لاي مبتدأ في علم الفلك او حاب يتعلم علم الفلك في كتاب الاستاذ ابراهيم حزبون اسمه الكتاب عالم الابراج هذا كتاب قديم اعتقد انه يعني ابراهيم حزبون ما اخذ حقه من وراء هذا الكتاب هو طبع الكتاب ولكن الكتاب نسخ وصور وانتشر بالاسواق وما استفاد من ابراهيم حزبون وتزور وفي ناس اخذته وحطته في كتبها وحكته في برامجها على انها كتابهم وميد قصة وقصة صار لهذا الكتاب بس الكتاب اساسا بيجي هو بالغلاف الاسود لون غلافه اسود ومكتوب عليه عالم الابراج لاستاذ ابراهيم حزبون هذا الكتاب طبع سنة الف وتسعمية وستة وتسعين يعني صورة عن هذا الكتاب هيك ملخصة هذا الكتاب جميل جدا يعني بشرح لك شو الكواكب وشو صفات الكواكب ايش بتعطي الكواكب شو يعني لما تتراجع الكواكب بيحكي لك عن الخسوف وعن الكسوف بيحكي لك عن الطالع صفات الطالع الاشخاص كيف ممكن يتعرفوا على الطالع تاعهم عامل جدول داخل الكتاب هود بشرح فيه جدول الطالع برضو بسهل عليك عملية استخراج الطالع برضو بعمل جدول ثاني حسابي بإمكانك تستخرج منه يوم ميلادك أي يوم بشرح لك الأسبوع وأيام الأسبوع وسبب تسميتها وكل يوم بالأسبوع ايش الكوكب المسيطر فيه وشو صفة اللي بعطيها بعطي الكواكب هي مسؤولة عن ايش الأرقام برضو علم النومرولجي برضو بشرح عنه بشكل يعني مش معمق كثير ولكن بعطيك فكرة أنك أنت تفهم عن علم الأرقام العلم الصحيح أنه كيف تحسبها وتجمعها وتستخرجها وكل رقم منه بيرتبط مع أي كوكب والكوكب هذا ايش صفاته ايش إيجابياته ايش سلبياته لما بشرح عن صفات الأبراج بيقسم الأبراج لثلاث عشريات كل عشرية شو الكوكب اللي غير الكوكب الأساسي المسيطر على البرج ككل كل عشرية ايش الكوكب اللي مسيطر عليها أكثر وايش الصفات اللي بيزيدها عليه بيحكي عن صفة المولود بيحكي عن الأنثى بيحكي عن الذكر وصفاتهم يعني أعتقد أنه أغلب اللي تعلموا علم الفلك اللي موجودين في الساحة حاليا أو اللي يهتموا في علم الفلك أنهم اطلعوا على هذا الكتاب حتى لو من باب زيادة العلم لأنه أولا هو بسيط جدا وسهل جدا 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 لأي واحد ممكن أنه يستوعب ويفهمه وبيحببك في علم الفلك وبيبين لك قديش علم الفلك أنه هو على قواعد ثابتة غير متغيرة وغير متحولة ومش كل يوم بيطلع فيها فيلم جديد وقصة جديدة وشغلات زي هيك لا هو بيضلوا على نفس الإشي على نفس الوتيرة إيمتى ما تحرك القمر وإيمتى ما صار وشو الزوايا اللي سواها بتضلوا هو هو ونفس الصفات وهاي الصفات ما رح تتغير أبدا لأنه علم ثابت غير متغير بعكس الناس اللي هاجمت العلم هاد على أنه علم والفراسة وعلم النفس وحدسي بقولي وحاسس أنا ومش عارف إيش لا هذا علم ثابت ما إلو علاقة بكل هذا الكلام أما البرنامج اللي ممكن أن تتنزله على تليفونك على أساس أنك أنت تستخدمه بشكل مبسط هو برنامج اسمه علم التنجيم هذا البرنامج نفيد وسروتي هم اللي يشتغلوه هدولا من المغرب العربي اللي هم أصحاب موقع العنقاء طبعا لو دخلتوا برضو أنتوا ما نزلتوا البرنامج ودخلتوا على موقع العنقاء بإمكانكم أنكم تتطلعوا على نفس الأبراج والتنجيم المعاصر والتنجيم القديم والفلك والأبراج والكواكب والطوالع ومنازل القمار كل هاي المعلومات هم شارحينها على شكل أبواب دخلت على موقعهم أنا اطلعت عليه قبل شوي لقيت أنه في معلومات كثيرة ولكن المشكلة في هذا الموقع أنه لازم الواحد يكون عنده أساس في علم الفلك لأنه شوي لأنه بيحكي في مصطلحات اللي هي المصطلحات القديمة شوي هو صعب للمبتدئ أنه يفهمها أو بده يركز كثير عشان يستوعبها ويفهمها وفي الآخر أنه هو بعد ما يفهمها يجد أنه ما رح يستخدم كل الأشياء الموجودة فيه بيستخدم أشياء بسيطة جدا فعشان هيك أنا بقول لا كتاب إبراهيم حزبون في البداية بعدين موقع العنقاء بيكون أفضل وطبعا برنامج هم مربوط مع نفس الموقع ولكن أنه أسهل يعني أنت بتيجي تحط على البرنامج نزلته على أساس أني أنا أشوفه بس نزل عندي على الأبل ما بعرف إذا بنزل على الأندرويد ولا لا التنجيم أو علم التنجيم يعني بتقدر تحط مثلا كوكب الزهرة علاقته مثلا زاوية منتحسة مع المريخ بفتح لك حاطين لك تحليلهم وهم إيش هو وحاطين لك برضو من كتب أجنبية مترجمينها وهم وحكي يعني بشرحولك شو يعني الزاوية سلبية وشو تأثيرها خصوصا في الخارطة الفلكية هذا بالمختصر جواب على السؤال اللي انسأل أو الطلب اللي انطلب مني وأنا إن شاء الله إني لبيتكو فيه ما بعمل لهم دعاية أنا ولكن أنا بفيدكو على أساس أنه اللي حابين يتعمقوا شوي أنهم يلاقوا الإشي يعني هيك يشبع رغبتهم أما بالنسبة للدورات وإني أعمل دورات وهذا فأنا مفكر في الموضوع أنا عامل كتاب مخطوطة من أكثر من عشرين سنة المخطوطة هاي يمكن تقريبا بتيجي بحدود الالف وخمسمائة صفحة بشرح فيها علم الفلك الكامل المتكامل بكل شيء ولكن للأسف الشديد أني أنا ما كملت فيها لأنه على حسب اللي أنا شايفه في الساحة أنه رح يصير فيه زي ما صار في غيري أني أنا رح أنزله على السوق وبعدين الناس رح تترجمه أو تقتبس منه ورح تزوره ورح تحرف فيه ورح يصير فيه مهاجمات عليه والوضع المالي عندي أنا ما بسمح أني أنا أطبعه برضو بوضوح كامل وإن شاء الله أني أنا بقدر أني أنا أطوره بالشكل اللي أنا بدي إياه ومنقدر أنه بالمستقبل أنه يعني إذا تحسنت الظروف المالية شوي أنه هيك نعمل ويبسايت أنزل عليه أنا يصير أسهل يعني حتى الكتاب يكون من ضمن الويبسايت في فكرة ثانية أنه أنا رح أعمل زي حلقات تعليمية رح أعملها في نفس القناة ما رح أعملها مغلقة ولا رح أعملها لمشتركين ولا رح أخذ عليها فلوس هي حلقات رح أشرحها بشكل بسيط جدا برضو نفس الشيء يعني أحاول أني حتى لو بقتبس شوي من علم إبراهيم حزبون هي من هسة بقول لكم يعني مش أنه رح يجيني واحد يقول لي آه لا أنت مياخذ هيك من كتاب إبراهيم حزبون لا أنا رح أقتبس منه لأنه الأسلوب المبسط اللي هو بحكي فيه صعب جدا أني أنا آجي أبسط للدرجة اللي هو وصل إلها آه رح أضيف عليه معلومات من معلوماتي آه رح أضيف عليه معلومات برضو من كتب قديمي جدا ومن مخطوطات قديمة آه ممكن فيه أشياء ما رح تستخدموها وأنا ما باستخدمها أساسا اللي هي زي أسهم السعادة والحظ والشغلات اللي زي هيك آه يعني رح أشرح عنها ولكن أنه آه أنا بالنسبة لي باستخدمهاش ورح أعمل طبعا على أكثر من مستوى يعني رح نبلش بمستوى ابتدائي نشرح بشكل مبسط جدا عن كل شيء بعدين نطلع لدرجة أعلى مستوى متقدم شوي بعدين مستوى أعلى شوي ومتطور يعني ثلاث مستويات رح نبدأ في عملية الحلقات هاي ولكن إنه شوي بس أعدلها سيناريو آه أو أعدلها برنامج تعليمي على أساس أنه يكون برنامج متكامل مش برنامج والله واحد بس زي اللي بصف كلام وبمشي زي اللي موجود أو زي اللي مر عليك أو سمعته ورح يكون طبعا فيديو رح يكون بخلال الشرح على مش بس صوت رح يكون في استعانة في برامج وشرح من خلال برامج وشرح من خلال خارطات فلكية وأعلمكوا كيف تستخرجوا الخارطات وكيف تحللوها وكيف تقرؤوها وكيف تتوقعوا لها وكيف تقارنوا خارطين بخارطين ويعني إن شاء الله إنه مشروع رح يكون مفيد كثير جدا يعني للجميع هيك بقدر أقول أنا أني خلصت بالإجابة على السؤال والطلب اللي انطلب مني خلينا نروح لتوقعات اليوم طبعا بالنسبة لأبراج اليوم الأربعات 29 واحد حكينا أنه القمر مبارح انتقل لمنزلة الرشا منزلة الرشا هاي ممتازة للعلاج والربح والسلامة والصلاح وهي موجودة وما زالت ورح تظلها معنا اليوم كمان ورح تظل تقريبا لساعات ما بعد ظهر اليوم بعدين بنتقل القمر كامل لبرج الحمل اللي هي بعد ساعات الظهر وبدخل على أول منزلة في الدورة الفلكية في منزلة الشرطين هاي المنزلة ممتازة جدا لكل شيء بخص النساء غير هيك هي سيئة جدا الأفضل عدم البدء بأي شيء جديد فيها جيدة لعلاج الأسنان للعمليات الصغرى لمعالجة الأضافر لمعالجة الشعر ولكن إذا بدكوا نصيحتي اليوم ما تأخذوا فيها أجلوها للغد لأنه بكون استقر مظبوط القمر في هاي المنزلة المنزلة رح تستمر معنا كمان لبكرة وفي نفس اللحظة بكرة رح يصير زاوية تسديس بين الشمس والقمر هاي الزاوية إيجابية وهي مناسبة جدا للي بدهم يعملوا عملية معالجة لشعرهم عندهم تقصف أو عندهم ضعف أو شعرهم محروق أو بطيء بالنمو عملية القص هاي بتساعد على أنه ينمو الشعر بشكل أغزر وأكثف وأحسن بالنسبة للقمر بما أنه رح يكون في برج الحوت أغلب الوقت خلال اليوم هاد فرح نحكي عن نفس الصفات اللي احنا حكيناها لما بكون موجود القمر في برج الحوت منلاقي أنه الناحية الروحية بتلعب دور بارز هاي الفترة منشعر بالضياع ما مننجح في التركيز على موضوع معين ممكن نتدمر ونكشف عن متاعبنا للغير منجد صعوبة في اتخاذ قرار حاسم قسم كبير من الفاشلين في غرامياتهم بنزوه هيك على جنبه وبذرفوا الدموع وبعيشوا حالة الفشل هاي وبعملوا الأكشن تبعهم والدراما لحالهم بعيشوا جو لحالهم قسم كبير أيضا من الموظفين بتغيبوا عن عملهم نتيجة المرض أو الشعور بعدم الارتياح النفسي في هاي الفترة ممكن نقع في حبال الغرام بكل سهولة بوسعنا التأمل والصلاة والنجاح في عمل فني كالشعر والرسم وعيادة مريض أو شراء الزهور أو اقتناء آل التصوير بالنسبة لأول زاوية رح تتشكل معنا خلال هذا النهار اللي هي بعد الحلقة بتصير إن شاء الله هي زاوية تسديس إيجابية بين القمر وبلوتو رح تصير الساعة عشرة وعشرين دقيقة بتوقيت جرينيتش مساء يعني بتوقيت الأردن رح تكون الساعة اتناعش وعشرين دقيقة اتناعش وثلث بعد منتصف الليلة هاي بتتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وأفكارنا ونتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا وإحداث التغييرات المطلوبة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي رح تكون في ساعات الفجر هي زاوية تسديس إيجابية بين القمر وزحل رح تكون هاي زاوية في تمام الساعة واحدة وثمان دقائق بفجرا بتوقيت جرينيتش يعني ثلاثة وثمان دقائق الفجر بتوقيت الأردن بنصبح أكثر قدرة على تنظيم شؤوننا بشكل فاعل وبتعزز عنا قوة الحدث وقدرة الحدث والحسب المسؤولية أما بالنسبة لأخلو المسار اللي رح يصير اليوم هو رح يتشكل بعد الزاوية هاي مباشرة يعني الساعة واحدة وثمان دقائق بتوقيت جرينيتش يعني الساعة ثلاثة وثمان دقائق بتوقيت الأردن ورح يستمر خلو المسار في ساعات الصباح حتى ساعات ما بعد الظهر لساعة 11 وخمسين دقيقة بتوقيت جرينيتش يعني ثنتين إلا عشرة بتوقيت الأردن طبعا حكينا أنه خلو المسار هذا يعني أنه الفترة هاي لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي إحنا بدأنا فيه أو نوينا فيه ما قبل خلو المسار في أشخاص سألوا أنه كيف إحنا منحدد خلو المسار وليش بيختلف خلو المسار كل مرة عن المرة اللي قابلها خلو المسار أول إشي بيعتمد على شيء بيعتمد على القمر الأسود وين بيكون موجود وشو الدرجة اللي موجود فيها وإيش الزوايا اللي بيعملها نقدر نحدد من خلاله إثنين بالنسبة للقمر والزوايا الفلكية اللي بيعملها مجرد ما انتهت الزوايا الفلكية في البرج نفسه نعتبرها هي بداية خلو المسار لأنه القمر بيصير زي القمر المحروق إحنا بنسميه ما بشكل أي زوايا فهاي الزوايا كلها نحسة والقمر بيكون منتحس في هاي اللحظة فبتكون من ضمن خلو المسار طبعا الساعة 11 وخمسين دقيقة بعد الظهر اللي حكينا هي ساعة واحدة وخمسين دقيقة يعني ثنتين إلى عشرة بتوقيت الأردن بيكون القمر انتقل لبرج الحمل وبلش يعمل اللي هي مش أول زوايا بيبلش يعمل في زاوية تربيع رح تتشكل بين ذيل التنين ورأس التنين زاوية تربيع طبعا ذيل التنين ورأس التنين هم نقطتين وهميات وهدولة بنعتمد عليهم إحنا عشان نحدد الكسوف والخسوف خلال العام وين بيصير وفي أي درجة طبعا هم موجودات الرأس موجود في الجدي والذيل موجود في السرطان فعشان هيك لما بدخل على الحمل في هاي الزاوية بيعمل زاوية اقتران مع القمر الأسود وبيعمل زاويتين تربيع مباشرة يعني جاي بشكل مربعين مع الرأس ومع الذيل في نفس الوقت فعشان هيك القمر رح يكون ضعيف جدا في خلال هذا النهار عشان هيك أنا أقولت لكم أنه اللي بده يعمل أي شيء له علاقة بالتجميل بلاش اليوم يأجلها لبكرة بيكون أحسن وبكون القمر إحنا بنسميه بيكون القمر في أوجه أوجه بس مش أوجه بالقوة والإيجابية لا أوجه هو ورح يكون بالسلبية بالنسبة للقمر بما أنه رح يكون في برج الحمل فخلوه المسار القادم رح يكون يوم الأربعة واحد وثلاثين واحد بيبدأ الساعة ثلاثة وتسعة دقائق مساء بتوقيت جرينيتش يعني عند غروب الشمس بيستمر حتى بعد منتصف الليل لغاية الساعة اتناعش وسبعة وعشرين دقيقة بتوقيت جرينيتش يعني بتوقيت الأردن الساعة ثنتين ونص فجرا بعد هيك بنتقل القمر لبرج الثور عمر القمر اليوم الآن هو أربع أيام القمر هلال في تمام الساعة ستة وواحد وخمسين دقيقة صباحا بصير عمره خمس أيام نسبة الإضاءة بتصير خمسة عشر في المية بالنسبة لمزاج الكواكب وطباعها لهذا اليوم وتحركاتها الشمس في الدلو حتى تسعة عشر اتنين مزاجه منتحس القمر موجود في الحوت ورح ينتقل للحمل ورح يظل في الحمل لغاية واحد اثنين مزاجه ممتزج عطارد في الدلو حتى ثلاث اثنين المزاج سعيد الزهرة في الحوت حتى سبعة اثنين المزاج سعيد المريخ في القوس حتى ستعاش اثنين المزاج ممتزج المشتري في الجدي حتى أربعة عشر خمسة المزاج سعيد زحل في الجدي حتى أحد عشر خمسة المزاج سعيد طبعا يوم 11.5 بيبدأ عملية التراجع اورانوس في الثور حتى 15.8 المزاج ممتزج نيبتون في الحوت حتى 23.6 المزاج سعيد ببلوتوف الجدي حتى 25.4 المزاج منتحس وصلنا هيك للتوقعات اليومية برج الحمل بيظل التعب مسيطر عليكم حتى ساعات الظهر تقريبا او قبل الظهر بشوي بيظل المزاجك عصبي بيظل صحتك بدها مراقبة بيظل في نوع من انواع الارهاق والتعب او الملل اما في ساعات الظهر بتبدو فترة افضل بتعيد لكم نشاطك المفقود ولكن بحذر بالفترة هاي من مزاجك وعصبيتك وكلامك اثناء التعامل مع الغير لانه شوي عندكو حدية طباع بما انه القمر رح يكون محترق ما في اي زوايا رح يشكلها فالقمر بيظل ضاغط عليكو يعني ما رح تختفي الامور بشكل سحري بعد الظهر ولكن بالتدريج بتبلش تخفي شوي شوي ان شاء الله تعالى برج الثور بيظل النشاط بين الاصدقاء هو المسيطر عليكو طيلة ساعات من الان لغاية وساعات الليل لغاية ساعات الظهر تقريبا ما عند ساعات الظهر بتدخلوا فترة غير مريحة بتلزمكو الانتباه اكثر لصحتكو بتكو تحاذروا من الدخول في اي نقاش او جدل خصوصا مع الاصدقاء او مع المقربين منكو لانه ممكن يطور الوضع للاسوأ القمر رح يكون موجود في بيت متاعبكم هذا الاشي رح يضعف منطقتكو كثير وبدكو تكونوا اهم اشي راقبين صحتكو بالشكل الاساسي برج الجوزاء بدكو تحافظوا على انجازاتكم القائمة في مجال العمل وواصلوا اي عمل بدأتوا فيه من قبل حتى في ساعات الليل حتى ساعات الظهر من ساعات الظهر ببلش فيه عندكو نشاط بينكو بين الاصدقاء بصير فيه دعوات بينكو بين الاصدقاء فيه لقاءات بتشوفوا اشخاص ممكن انتو ما كنتوا تشوفوهم الفترة الماضية لو هم ظهروا على الساحة او انتو تواصلتوا معاهم بدكو تحاذروا من الاندفاع او تهور في مزاجكو او في كلامكو لانه شوي طباعكو رح تكون حادة وخصوصا انه القمر رح يكون اليوم مشكل اي زوايا فعشان هيك شوي الطباع بتكون حادة في خلال هذا النهر برج السرطان من الان ولغاية ساعات الظهر اللي عنده امتحان او عنده مقابلة بده يستعد بشكل جيد ما بدهم يعتمدوا على الحظ نهائيا خصوصا الاشخاص يعني هذا الكلام موجه لمن الا الاشخاص اللي عايشين في الدول اللي عندهم نهار الان بالنسبة لنا منحكي من هون لساعات الظهر بالنسبة لالكو هي ساعات النهار على طولها لغاية ساعات الليل فعشان هيك منحكي لكو انه ما تعتمدوا على الحظ حتى ساعات الظهر بعدين بتنشطوا في مجال الاتصال والسفر لبعيد وبتنجحوا في المحافظة على مصالحكم الاجتماعية بدكوا تنتبهوا اكثر اثناء السفر بدك تتفقد كل اوراقك وامتعتك كمان عليك عدم التسرع اثناء القيادي او التنقلات برج الاسد من الان وحتى ساعات الظهر تقريبا بتظل الامور المالية هي اللي شاغل فكركم ممكن حد منكم يتفحص حساب مشترك او يتباحث هو شريك بدكوا تمتنعوا في هاي الفترة عن اي خطوة مالية جديدة من ساعات الظهر بتنشطوا في مجال الدراسة والسفر والاتصالات ما داعي للمجازفات ولا الاهمال في العمل ممكن تتعرضوا للمشاكل في العمل في هاي الفترة فعشان هيك بتكونوا حذرين خصوصا هذا النهار لانه القمر ما بشكل اي زوايا فعشان هيك لا ايجابية ولا سلبية صحيح الفترة ايجابية ولكن انه بتكونوا منتبهين بفضل انا انه هذا اليوم كمان تكونوا حذرين رغم انه نفسيتكوا راح تتحسن ولكن بفضل انه تأجلوها لغاية بكرة برج العدراء بيظل اهتمامكو بنصب حول تعزيز الشراكة في ساعات من الان والليل ولغاية ساعات الظهر شراكتكو المالية وشراكتكو العاطفية بعد ساعات الظهر بتنهمكو في اعادة تنظيم اموركم المالية المشتركة بدك تحذر من النزاعات خصوصا مع الشريك العاطفة او اللي في المنزل او في العمل عشان ما تكبر المشاكل القمر في مكانه مش مكان مناسب لسه هو دخل عبيتك الثامن صحيح احتمالية اشياء ايجابية تصير معاك ولكن القمر لانه ما بشكل اي زوايا فبظل شوي هيكي في نوع من انواع فقدان السيطرة او العدم التركيز في هاي الفترة بدكو تكونوا حاذرين ولغاية بكرة بعدين الامور بتتحسن بشكل ايجابي اكثر برج الميزان من الان ولغاية ساعات الظهر بتظلوا انتوا بتواصلوا عمل بديتوا فيه من قبل او بتبادروا في اعمال جديدة ولكن انه بتكون الصورة مش بالصورة اللي انتوا بتكو اياها بعد ساعات الظهر بترغبوا في تعزيز شراكتكم صحتكو بتبلش شوي تتحسن بشكل احسن بتكو تنتبهوا من الجروح من النيران من الالتهابات على انواعها لانه طاقتكو لسه ضعيفة وخصوصا اليوم لانه القمر ما بشكل اي زوايا فهذا الاشي بضعفكو بزيادة بتكو تكونوا حذرين خلال هذا النهار ان شاء الله انه ما بصير ولا اي شيء وبمضي هالنهار على خير باذن الله تعالى برج العقرب راح تظل الامور العاطفية قوية ورح تظلوا ميالين لا احباكو التجاوب معهم او الاتصال فيهم او التواصل معهم الحضوض شوي راح تضعف يعني خصوصا انه راح تبلش الزوايا السلبية تتشكل مع ساعات الفجر او كله المسار راح يبدأ بساعات الفجر اه من ساعات ما بعد الظهر بتكو تنتبهوا لصحتكو خصوصا انه القمر راح يدخل على بيتكو السادس بغلب عليكو بالفترة هاي طابع العنف والعصبية وخاصة مع الحبيب او مع الاولاد فعليكم الحذر جدا من هاي النقلة اللي راح تصير لانه اول اشي طاقتكو ضعيفة وثاني اشي عصبيتكو في اوجهة فبتكو تكونوا حذرين وتمسكوا عصابكو بشكل ممتاز جدا ما في داعي لا اي تصرف متهور خلال هذا النهر برج القوس بتكو تتجنبوا اي مشاكل او اي مواضيع ممكن تكون محتد شوي داخل البيت او اي اشي اللي علاقة في البيت من تصليحات او ترميمات او مشتريات راح تستمر لغاية ساعات الظهر هاي الفترة كلها انا بقول انه حاولوا انكو تجمدوها او اعملوا المطلوب منكو بس بعد ساعات الظهر تزداد رغبتكو بالتقرب من احباكو والتفاهم معهم بصير الجورو منسي شيئا ما مش بالمطلق اهم اشي انك ما تنفعل وما تختلق الخلافات خصوصا في المنزل او مع افراد العائلة مزاجك حاد جدا خلال هذا النهار وخصوصا انه القمر ما بشكل اي زوايا بدي يكون عامل خلوه مسار عشان هيك عليك بالهدوء الكامل وتمسك اعصابك لغاية ما تتجاوز الفترة هاي وندخل احنا في استقرار للقمر في الحمل وبلش اعمل زوايا بعدها الامور ان شاء الله بصير لصالحك بشكل ايجابي كامل برج الجدي اللي عنده امتحان اللي عنده مقابلة اللي عنده تقديم معاملات من هون لساعات الظهر بده يركز مزبوط في الاوراق في المتطلبات في كل شيء لانه هاي فترة بلشت تدخل على فترة سلبية شوي من ساعات الظهر بتبلش الاجواء البيتية والعائلية هي اللي تأخذ او تلفت انتباهكو بيصير عندكو نوع من انواع العدوانية ممكن يتسبب مزاجكو لخلاف او سوء تفاهم عليكو الحذر اثناء السفر والتنقلات والقيادة السيارة خصوصا بين المدن السبب انه القمر ما بيشكل اي زوايا اليوم هاي فعشان هيك يبدي يكون في خلوه ومسار وبعدين في فترة ما فيها اي زوايا فبكون الوضع فيها شوي صعب وبكون ما في حضوض نهائيا يعني بدكو تعتمدوا على جهد كل شخصي برج الدلو يعني بما انه دخلنا على مرحلة شوي هيك فيها نوع من انواع خلوه المسار والقمر اللي بنتقل وبشكل زوايا بدكو تتجنبوا شراء اي حاجية ثمينة خلال هاي الساعات خصوصا لساعات الظهر بدكو تخففوا من النفقات بعد ساعات الظهر بتكثر عندكو الاتصالات والتنقلات من المحتمل انه يعاني البعض منكم من مشاكل او نزاعات مع رفيق او رئيس في العمل او حتى زوج او زوجة لاسباب كلها بترجع على المال عليكم تجنب التفذير القمر حكينا ما بشكل اي زوايا القمر ما عنده اي حضوض فعشان هيك اليوم هذا بالذات بتكون جانبوه تمشو باي طريقة كانت لغاية ما يصير بكرا ان شاء الله وبعدين الامور بتصير لصالحك اكثر برج الحوت بيظل في عندكو نوع من انواع النشاط مع هيك ما تبادروا باي عمل جديد واصلوا بس بالاشياء اللي انتوا بديتوا فيها القمر رح ينتقل رح يروح على بيت المال للكم في ساعات الظهر نفسيتكو شوي ممكن هيك يعطيها نوع من انواع العصبية مزاجكو رح يكون شوي حاد رح تركزوا بعد الظهر بضبط ميزانيتكو وبتكون يعني شوي ما عندكو صبر يعني هيك فعاليتكو او عجلتكو بتكون الامور تمشي لحالها هيك بسرعة وما بتصبط معاكو قلة الصبر هاي ممكن تسبب لكو شوية نزاعات خصوصا مع محيطكو حاولوا انكو تتجنبوا هذا النهار انكو تدخلوا باي نقاش او اي حدية بالتعامل مع اي حد لانه الفترة هاي رح تكون سلبية وعواقبها وخيمة على الجميع على جميع الابراج مش عليكو لحالكو وبكرا ان شاء الله الامور بتكون احسن والطف هيك منكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله اعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء